أهلا بكم سنة خمسة ابتدائي في حل اختبار تراكمي على ما سبق مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني صفحة 181 من كتاب سلاح التلميذ فضلا وليس أمرا بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يسلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار السؤال الأول لاحظ الخريطة ثم أجيب رقم واحد يشير رقم واحد إلى قناة طبعا ده حبيبي رقم ايه ده رقم واحد دي قناة اي دية أقول لقناة سيزو ستريس ودي بينها طبعا الملك سلوسيرت السالس في عصر الدولة الوسطى السؤال رقم اتنين يشير رقم اتنين إلى خليج نؤط طبعا دي كده هون ده بنعتبره مين بنعتبره خليج ايه ده طبعا ده خليج السويس السؤال رقم تلاتة يشير رقم تلاتة إلى نهر طبعا ده كده حبيبي ده نهر مين اقول لك نهر ايه نهر النيل السؤال الثاني اكمل العبارات الاتية بما يناسبها من كلمات رقم واحد ارسل الملك سنفرو رحلات تجارية لجلب خشب الارز مين طبعا ايه معروف ان خشب الارز ده موجود فين في فينيقيا اللي هي ايه بلاد الشام حاليا السؤال رقم اتنين عقدت مصر اتفاقيات الدفاع المشترك مع جمهورية السودان السؤال رقم تلاتة نقل المصريون القدماء استخدام الاختام عن بلاد اقوله طبعا العراق القديم رقم اربعة استوردت الملكة حدش بسوت البخور والعطور من بلاد طبعا اقوله بلاد بونت السؤال رقم تلاتة اكتب كلمة صواب امام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارات غير الصحيحة رقم واحد تعدى المؤتمرات العلمية احد اشكال التواصل الاقتصادي بين الدول طبعا اقوله العبارة خاطئة طبعا لما يكون في مؤتمر علمي ده يعتبر احد اشكال التواصل الثقافي بين الدول السؤال رقم اتنين اسسها ملوك الاسرة 26 مدينة منف للتجار والرعاية اليونانين طبعا مدينة منف دي اقوله العبارة ايه العبارة كلها خطأ طب اقوله مدينة مين اقوله مدينة نقراطيس السؤال رقم ثلاثة اخذت بلاد العراق القديم عن مصر رسم الحيوانات الاسطورية المجنحة طبعا اقوله العبارة خطأ طب خطأ ليه اقولك لان مصر اللي اخذت عن بلاد العراق القديم رسم الحيوانات الاسطورية المجنحة السؤال رقم اربعة اخترى الاجابة الصحيحة مما بين القوسائين رقم واحد الملك الذي أرسل رحلة استكشافية حول إفريقيا هو مين طبعا أقوله الملك نخاو الثاني السؤال رقم اتنين انتصر الملك تحتمس الثالث في معركة ما يجده بمساعدة الإغريق ولا النبيين ولا الفينقيين ولا الليبيين طبعا أقوله الفينقيين لأن طبعا كان فيه إمبراطورية مصرية كبيرة في هذا الوقت السؤال رقم ثلاثة تعاونت الدول العربية في حرب أكتوبر 1973 مع سعودية الإمارات مصر الجزائر طبعا أقوله مع مصر ومين كمان وسوريا السؤال الثاني أجب عما يلي رقم واحد وضح بمثال واحد علاقات التواصل السياسي بين مصر والدول الأخرى قديما أقوله وقع الملك رمسيس الثاني معاهدة سلام مع الحسين في تلميس ثاني يقول ايه يقول أخذت مصر عن العجلات الحربية عن الهجسوس السؤال رقم اتنين اكتب نتيجة واحدة ترتبت على تأثر الرومان واليونان بالعمارة المصرية القديمة أقوله تم بناء المعابد على التراز المصري بكده حابب قال بنا انتهى من حل اختبار ترقمي على ما سبق صفحة 181 من كتاب سلاح التنميس بتمنى وبدعوكم لعمل سابسكرايب او اشتراك على القناة مع الضغط على زر اعجاب